بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مائة وأربعة وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبرك فيكم في آخر كتب الزاد وفي آخر كتاب الإقرار قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين إذا صدر الإقرار من شخص تتوفر فيه شروط صحة الإقرار السابقة يكون غير مكره ويكون مكلفا وغير ذلك من الشروط التي سبقت ثم وصل به ما يبطله كأن يقول له علي ألف لا تلزمني فإننا نأخذ قوله له علي ألف ونلغي قوله لا تلزمني لأن مقتضى إقراره أنه يلزمه الألف ولا ننظر إلى قوله لا تلزمني نعم قال وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه أما إذا قال قوله لا تلزمني هذا مطلق أما إذا قال قضيته له علي ألف وقضيته فهو اعترف بالألف وادعى أنه قضاه اعترف بالألف وادعى أنه قضاه فلا ينظر إلى دعواه فلا ينظر إلى دعواه إلا أن يأتي ببينا أنه قضاه فإن لم يكن له بينه حلف لأنه مدعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يطالب باليمين أنه قضاه لأجل تقوم مقام الشاهدين على القضاء نعم قال وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينه أو يعترف بسبب الحق نعم إذا قال كان له علي ألف وقضيته كان له علي ألف وقضيته فإن جاء ببينا على أنه قضاه انتهى الإشكال وإن لم يأتي ببينه طلبت منه اليمين أنه قضاه فإذا حلف أنه قضاه فإنه يبرأ فإنه يبرأ بذلك إلا ما لم تكن بينه أو يعترف ما لم تكن مع المدعي عليه ما لم تكن مع المدعي عليه بينه يعني يكون الحق ثبت بالبينة لا بالإقرار فإذا كان مع المدعي عليه بينه فإنه لا ينظر إلى قوله قضيته لأن الحق ثبت بالبينة لا بالإقرار نعم أو يعترف بسبب الحق أو يعترف بسبب الحق أنه اشترى منه سلعة وأن عنده ثمن السلعة لكنه قضاه إياه فنقول الأصل إذا اعترف بالسبب فالأصل بقى الثمن في ذمته نعم ولا يقبل دعواه القضاء إلا ببينه نعم وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حال له إذا قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال وصف هذه المئة بعيب أو نقص بعيب أو نقص قال زيوف أو قال مؤجلة فإنه لا ينظر إلى استدراكه لا ينظر إلى استدراكه لأنه اعترف وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم استدرك بعد ذلك فلا ينظر إلى استدراكه ويلزم بألف جيدة حال له بناء على اعترافه أما إذا كان لا يمكنه الكلام سكت سكوتا لا يمكنه الكلام فيه كان أخذه السعال أو شيء فاجأه ولا يستطيع الكلام فلما زال هذا المانع جاء بالقيد فإنه يقبل ذلك لأنه معذور في سكوته نعم أسأل الله إليكم قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه إذا ادعى له بالدين قال لكنه مؤجل قال صاحب الدين ليس مؤجل بل هو حال فالقول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل نعم وإن أقر أنه وهب أو رهن أو وهب وهب وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك نعم إن أقر أنه أنه وهب وأقبض الموهوب الهبه من أجل أن تلزم لأن الهبه لا تلزم إلا بالقبض أو أقر أنه رهن شيئا عند داين وأنه أقبضه إياه لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض بالقبض على المذهب أو أو بقبض ثمن أو أقر أنه قبض ثمن سلعته التي باعها نعم أو غيره أو غير ذلك ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار نعم أنكر القبض ولم يجحد أنكر القبض ولم يجحد الهبه نعم ولم يجحد الرهن ولم يجحد البيع الذي قبض ثمن المبيع فيه نعم فإنه وإنما أنكر القبض فقط وسأل إحلاف خصمه فله ذلك وسأل المقر إحلاف خصمه المقر له فله ذلك إنه قبض وإنه قبض في الرهن وفي الهبه وأن المشتري أقبضه الثمن ففي هذه الأحوال له أن يطلب اليمين على الخصم ويحكم له بها وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره هذه مشكلة إذا باع شيئا على شخص واستلم الشخص هذا المبيع تم البيع واستلمه أو وهبه وقبض الهبة ولزمت أو أعتقه أو أعتق عبدا والعتق مطلوب في الشرع ويلزم لكن بعد ذلك أقر أنه لغيره أنه وهب شيئا لغيره أو باع شيئا لغيره أو أعتق عبدا ليس له ففي هذه الأحوال لا يقبل قوله ويلزمه غرامة فلا يؤخذ المبيع من المشتري ولا تأخذ الهبة ممن قبضها ولا ينزع الحرية من الرقيق بل تلزم هذه الأمور ويلزمه الغرامة لمن أقر له لأنه اعترف بشيء عليه فيلزم بغرامة وقد فوته وقد فوته اعترف بشيء عنده لغيره وقد فوته عليه بالهبة أو بالبيع أو بالعتق فيلزمه الغرامة كما لو أتلفه نعم قال لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته نعم لأنه معترف بهذه الأمور ويقراره على غيره لا يعتبر فلا يضار الموهوب ولا يضار المشتري ولا يضار المعتق بسبب قوله ولكنه يضمن لمن أقر له بذلك نعم وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قُبلت أما لو قال نعم أنا وهبته أو بعته أو اعتقت العبد لكنه في حين صدور هذه التصرفات لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ذلك فإنه يقبل قوله ولا تلزم هذه الأمور لأنها حين صدرت لم تصدر عن ملك لم تصدر على ملكية فيقبل قوله فيه لأن هذا أمر ممكن نعم قال وأقام بينة قُبلت أي نعم إذا أقام بينة نعم على أنه حين البيع ليس ملكا له وحين العطق ليس ملكا له وحين الهبة ليست ملكا له أقام شاهدين على هذا أنه حين صدرت منه هذه التصرفات وهو غير مالك لهذا الشيء ثم ملكه ثم ملكه بعد ذلك فإنه لا يلزمه الإقرار لأن الملك صار متأخرا عن التصرف والإنسان إنما يصح تصرفه فيما يملك نعم قال وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قُبلت قُبلت ولم يلزم بالغرامة إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل نعم إلا أن يكون قد صدر منه ما يكذب دعواه في أن ملكه متأخر في أن ملكه متأخر فإن كان صدر منه ما يكذب دعواه أن ملكه متأخر لم ينظر إلى قوله المتأخر هل بين الصورتين فرق يا شيخ؟ نعم ليس بينهم كبير فرق لا بينهم فرق إذا اعترف أنه ملكه قبل يصدر منه شيء قبل يصدر منه شيء اعترف أن هذا الشيء ملكه ثم بعد ذلك اعتقه أو باعه أو وهبه فإن إقراره الأول يبطل قوله أنه لم يكن ملكه حين التصرف لأنه أكذب نفسه بنفسه نعم حسن الله إليكم يعني ما يكون صدر منه كلام قبل هذا التصرف أنه ملكه نعم أثابكم الله قال رحمه الله فصل إذا قال له علي شيء أو كذا هذا الأقرار بالمجمل هذا الفصل في الإقرار بالمجمل حكم الإقرار بالمجمل نعم إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره إذا أقر لشخص بشيء قال عندي له حق أو عندي له شيء هذا مجمل يحتمل يحتمل عدة معاني يحتمل قليل يحتمل كثير يحتمل ذهب يحتمل فضة يحتمل حيوان يحتمل أي شيء لأن كلمة شيء تصدق على أي شيء فيكون تفسيره إليه قال له فسر هذا الشيء ماهو والمقر لهو يطالبه بما أقر فإن أبى أن يفسر فإنه يحبس حتى يفسره لأن هذا حق تعلق به لأن هذا شيء تعلق به حق الغير فإذا أبى أن يفسره فإنه يحبس عقوبة له حتى يفسره لأجل انتزاع الحق منه للمقر له نعم فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل إذا قال له عندي شيء وفسر ذلك بأنه شفعة أن له عليه الشفعة قبل هذا لأن الشفعة شيء نعم أو أو بأقل مال أو بأقل مال لو قال عندي له قرش أو رغيف أو سواك أو ما أشبه ذلك قبل هذا لأنه يحتمل نعم وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل إذا فسره بما لا يجوز تملكه كأن يقول جلد ميتة أو خمر لم يقبل ذلك لأن هذا ليس من تعامل المسلمين أو فسره بما لا يصلح تملك بما لا بما ليس بمال ولا ينتفع به كقشر جوزة إن هذا لا يقبل منه نعم ويقبل بكلب مباح نفعه وإذا فسره قال له عندي شيء وفسره بأنه كلب يباح نفعه ككلب الصيد كلب الماشية وكلب المزرعة فإنه يقبل ذلك لأن الكلب الذي ينتفع به المأذون بالانتفاع به شيء يدخل تحت لفظ شيء نعم قال ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف أو حد قذف قال هذا الشيء أنه حد قذف أنه يقاذفه وهو حق علي له يقبل هذا لأن القذف حق للمخلوق حد القذف حق للمخلوق نعم وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه إذا قال له علي ألف أو مئة أو خمسة فإنه يرجع في تفسير جنسه لألف من أي شيء من الذهب من الفضة من الإبل يرجع في تفسير العدد هذا يرجع في تفسير العدد إليه قليلا كان أو كثيرا ومن أي نوع نعم قال فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه نعم فسره كل الألف بجنس واحد قال ألف من الإبل أو بأجناس قال من الإبل والبقر والغنم أو الذهب أو الفضة فيقبل قول وإن كان أجناسا لأنه يدخل تحت العدد نعم وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة فنسقط البداية والنهاية فيبقى من العشرة ثمانية إذا أسقطنا البداية والنهاية وهي الغاية الأخيرة فما بينهما ثمانية نعم وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة نعم إذا قال له علي درهم إلى عشرة يلزمه تسعة بداية من الدرهم بداية من الدرهم ونسقط الغاية لأن الغاية لا تدخل في المغيى فيلزمه تسعة نعم فالأولى يقول له علي ما بين درهم وعشرة هذا واضح ما بين ما بين حدين وهذا قال ما بين درهم إلى عشرة يدخل الدرهم الأول نعم يعني قال من إلى فيدخل الأول وينتفي الأخير وإن قال إنسان له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما إذا أتى بأو يالله علي درهم أو دينار فيلزمه أحدهما لأن كلاهما يصدق عليه الإقرار وتكون أو ليست للتخيير وإنما هي للشك إنما هي للشك لأن أو تأتي لعدة معاني إذا قال له علي درهم أو دينار أنا ما أدري حداهم فيلزمه أحدهما لأنهم احتمل لكن في الصورة أولى كلف أقصى الممكن وفي هذه خير بين دينار ودرهم لأن أو ليست للتخيير وإنما هي للشك يقول له عندي يما درهم ولا دينار ثم فسره بأنه دينار كلف بأحدهما نعم نعم وشي يقول قال وإن قال إنسان له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما لزمه أحدهما إذا لم يفسره إذا لم يفسره فيلزمه أحدهما لأنه يصدق عليه أحد الطرفين نعم وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول هذا الإقرار بالمضروف إذا أقر بشيء في ظرف نعم قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب وهو الغمد أو فص في خاتم أو فص في خاتم فإنه يلزمه المظروف دون الظرف فلا يلزمه قراب السكين ولا جراب التمر ولا الخاتم وإنما يلزمه المظروف فقط نعم لأن فص في خاتم فصار الخاتم ضرف صار الخاتم ضرفا للفص فيلزمه المظروف دون الظرف نعم وإن كانت صيغة الإقرار تشملهما له علي تمر في جراب لو قال له عندي تمر وجراب أو سكين وقراب أو فص وخاتم يلزمه الاثنان لكن قال فيه في كذا نعم يكون هذا مغاير المقر به مغاير لكن المقر ما أخوذ بلفظ إقراره فإذا قال تمر في جراب علي أن يأتي بالاثنين من ظهر العبارة لا هو يأخذ المظروف فقط ولا يلزمه الظرف نعم حسن الله إليكم أنهى المؤلف بهذا كتابه قال والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وآله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم بدأ ختم المؤلف رحمه الله كتابه بما بدأه به من حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا سنة إن الإنسان يختم بالحمد يبدأ بالحمد ويختم بالحمد وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الآداب الشرعية وقوله والله أعلم هذا أيضا من الآداب الشرعية أن هذا الكتاب على ما فيه من علم غزير فإنه قليل في جانب علم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فهذا فيه أن العالم لا يزكي نفسه ولا يغتر بعلمه ولا يستكثر ما كتب أو ما قال من العلم بل يعتبر هذا شيئا قليلا ويرد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى فهذه ثلاثة أمور ختم بها المصنف وهي قوله الله أعلم وقوله والحمد لله وقوله والصلاة والسلام على رسول الله هذه ألفاظ عظيمة وأداب شرعية كريمة ونقول في الختام إن هذا الكتاب الذي هو متنزاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب جليل وحافل ومصدر من مصادر المذهب الحنبلي اختار فيه مؤلفه أرجح الأقوال عنده واجتهد في ذلك فهو كتاب عمدة في مذهب الإمام أحمد وينبغي لطالب العلم أن يحفظه وأن يخلل ألفاظه ومعانيه على يد عالم يتلقى شرحه منه ولا يقتصر الإنسان على حفظ المتون كما عليه بعض الشباب اليوم إنهم انتحوا ناحية في التعلم لأنهم يحفظون عندهم حافظة يحفظون المتون يحفظون الأحاديث يحفظون القرآن هذا شيء طيب الحفظ هذا شيء طيب ولكن بقي عليهم التفقه في معاني ما حفظوه ولا يتفقهون بذلك أو يشرحون ذلك من عند أنفسهم أو من عند من هو في مستواهم بل يتلقون هذا عن العلماء الذين يفهمون هذه الألفاظ الفقهية وهذه القواعد الفقهية وهذه الكتب المدونة لأنهم أدرى بها وأعلم بها وأضرب لذلك مثلا لو أن إنسانا قرأ كتب الطب كلها وحفظها ولكنه لم يتلقاها عن طبيب ولا عن مجرب فهل هذا يحق له أن يتطبب في الأبدان بموجب الاطلاع والحفظ فقط لا هذا لا يجوز له حتى يتلقى الطب عن الأطبة وعن أهل الفن والخبرة لا عن مجرد الكتب فكيف بأمر الدين أمر الدين أعظم من أمر الأبدان لأنه قد يفتي ويقول على الله بغير علم قد يحلل حراما ويحرم حلالا بناء على فهمه فيكون قد ورط نفسه وورط الآخرين فعلى طلبة العلم أن يتنبه لهذا الأمر العظيم فإننا ابتلينا الآن بمتعالمين يحفظون المتون ويحفظون الأحاديث ولكن لا يفقهون معانيها ولا يتلقون فقهها عن المتخصصين في هذا الأمر فلذلك صاروا يتخبطون في الفتاوى وفي الأقوال ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا هو قولهم في المثل من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوعبه هذا صحيح هذه حكمة من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه وأنا أقول ربما لا يصيب في شيء ويكون خطأ كله خطأ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وختم لنا ولكم والمستمعين جميعا بخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه إخوة المستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع ونهاية الكتاب كله نفع الله به وجزا الله شيخنا العلامة الشيخ صالح بفوزان الفوزان خيرا وجامعنا بكم على خير هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميل عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في برامج لاحقاء إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته